السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبداني فاطمة معروف نعمل نخدم راسي أنا فائدة سياسية جمعوية في كندا ومعما خدمت مستشارة وخدمت بزر ديال الاختامي وكن خدمة مع الحكومة هنا في كندا وعندي عدة أنشيطة ومنخريطة في المنظمات الدولية والكندية وعندي أنشيطة بالنسبة للمغاربة مثل مهرجة المغربية ومدرسة المغربية والمخيام المخيام ماشي مغربي مفتوح للجامع الكنديين دونك أنا جيت اليوم تاني باش نهدر لكم على السفيرة وفيكم لي كدلي معايا كيتفرج في يدابا يطاقي وزير الخارجية بوريتا أنا طاقة واحد المعلوم جديد بميكتال يوم مهم للسفيرة ديالو هنا مسكينا علق لها الفريخ وفرفرت لها الحمام صافيت لو لها مسكينا نسيت سافي بانتون وكانت دارت واحد للجاست كانت وغدعي واحد الأخ أنتلكتول مسكينا نمره يدفع قلع لأنه عندها عقدة عقدة شقودي مش عقدة شقودي بعدها واحد العقدة من ناس المتقفين والناس أي متقف كتدير لي الحرب كتبغي تدعي كتدير لي الحرب أي متقف هي ضد المتقفين وأنتي بعدها باز 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 �يشوا اليهود المغاربة المزيد هنا في جيد سعيد الى المسلمين لكنني قمت بقلي لي خرجتلي معروف عليهم أعزز عليهم المغاربة جميع المغاربة لكنني قمت بقلي سعيد نعم بأنك شخصا متقف كتب طيب لكن أنا أريد أن أخرجك من عين الرحمن أنا حلفت عليك والله لدي استهناية والله لدي استهناية لا أريد أن أطول كثيرا في هذا اليوم أضحكت أضحكت إذا كنت أشتدك شيء أضحكت في الخدمة قلت أخايا سأخرج ونفق بكري سأخرج معكم قصير قصير أظن أن يوجد واحد في ساروخ سيفطوه أسميته هذه السيدة كنت أرىكم معي أقولوا لي هذه السيدة لن تفكركم أن هناك سيدة في المغاربة وكتشبه ليها والله تكتشبه ليها أحد السيدة في المغرب أدنا أحد أمي في المغاربة و أحد أمي نعمة بحالة أمي تريه مقاريش جاءوا وضعوا لبسوها الحويج وضعوا لبسوها ذاك شي ماشي وضعوا لنا سافيرها ومي نعمة تاي سيروا لبسوها لأحد طيغ وقعدوا وضعوا لنا نتاية وزيرة في المغرب اوه لا أحد أمي نعمة ويأتي أمي نعمة وزيرة في المغرب وحسنا لقد حصلت وضعوا لك اهلاً لقد كنت مدفع بي 10 عاما و 30 عاما و تظلفا أين فتحوا بي 20 العاما والذيب أن كنت كذلك تديروا 20 عاما و تقريبا الوزة كنت يمكنك أن تفعل مثلك و هل تحقق الشيء و هذه الساعة لقد أعلمني كانت مامة مرينة، و لا أعرف حين قمت بي و ها لقد أتجبك و معلومتي أنا و تجمعي طويلك و تذهبوني أحرك و أحبك في الأن ليس ذلك الدراري اللي يتبعوا بالحجار في المغرب دراري شكل هذا يخرجوا في الهالوين ويجيوا ويقوموا لكل الفيتات قدام هذه الصفارات لا للإرهاب لا لي فتساد إرحالي وعديه اوه كدراري صغار قاعدوا يدازوا عدي المدراسة المخيام جمعوا ومجيبوا مليك الهالويني خلعوا انا را سبحوني يا را بقيت قندعك لأنها عتشنوا شوفها بوريتها را عمرني مشت البلدة هذه الشياء داك له نكتاء عقدي البلدة عصارة البلدة جمعاتها عصارة البلدة جمعاتها قتلك مغدر لي الإرهاب مهم عرفتش نوه بغيته هاد الفاسد هاد النس هادو نحيدوهم ياك انا مغادش نطول معاكم انا اكتبت هادرت واحد العريضة في الorganism change.org لطرد السفير المغربية من غير هاد الدوكيمون اللي عندي انا و هاد شي اللي شاده و هاد تخربيق كامل نزيدو تاييه نزيدو نشتحوها هنا اشي شوية ونصفتوها بالزفة للمغرب ما بغش يديك انا غن نديك بالزفة بالزفة انج بادوك دقائق ايوم نديك المعطار لك تيكت بغيت تصوري نجي نصورك مهم كان واحد العريضة الاخوان تبرتجيو هاد الشي هذا راها حيث انا ما بغش نبقى نخرج و نبقى نهدار و نعاود و نعاود ذكش كتير و بزاف اللي داروا لي و قلبي عامر ولكن ما بغش نبقى ننهدار فيه لان كانت عصب انا عزيزة لي ينضحك ما بغش نبقى نتعصب نحن نحن مهدال نعنبقى نتعصب نحن نغريب بدنا جربية بجربية و فرنسي و كندا مغاربة العالم و مغاربة المغرب سنطلب الحكومة وشي الحكومة عندنا هنا هي عارضة وخذ اللي بغيت عارضة بالاسم سميتور المغاربة ديال هنا وديال السميتور أنا كتبت وكتبت لكم لوليان الفوق وطالبت بطرد السفيرة المغرب ووصل الك الديبلوماسي التابع لها وطالبت بفتح تحقيقات على هاد السيدة هادي وعلى جميع المعاملات ديالها وعلى بناء دار المغرب وعلى بناء وحدم وبناء السفارة المغربية ودوكن فلوس التحويلات كيف في الجو وفين مشاء وده تا 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 كامل هاد الشي وطالبت ايضا باسترجاع اموال مغاربة اللي كتكووش عليهم اوكي دونك لابغيتوا تبدأوا تحاربوا الفاساد هادي هي الطريقة هنا يا في البلدان المتقطمة كنخدموا عند ذك انا غانتابعها على ذك الشي اللي عندي ولكن هادي ان بلوس باش صافي هاد الدير الحد الفاساد وطالبت بان دار المغرب تولي تحت وصاية الحكومة الكندية في هاديك العارضة دار المغرب تأييت ولي تحت وصاية الحكومة الكندية وهنا يشتهنا يا راه موقفتت فشاية الشي اب coop مخدام ولي بال يهلا والسيزة كل شي صحوص في الوصف مجلسة sans BEAT وضعات السفيرة المغرب و السلك الدبلوماسي من الآن أتحقق التحقيقات ترجليها كونسولاق للمغرب وحتى اليوم حتى قدتت تقنصولق و ابنت و حدوها الأوروبة و رجعوا لينا سفيرة و ابنتات كن فتحوا تحقيقات على هذا الشيك. ماذا أوفين ننجاول فلوسوين ثم ننجاول كل شيء يبدأه أكثر أنت عندما عندما كنت نصيفتك للمغرب و من غير هذا العريض أخذتك ولكن كنت نصيفتك بشيك نضيفها في البرلمان الكندي و جميع الوزارة والسجد من الوزراء المقاطعات في الكنداة والسجد منتجنا الوزرين والسجد منتجنا ومعلك للهنان المينيستر يدعم لا يجب منتجنا في الركيبة كانعدا منجنا في الوزرين الغرب فقل وعرف عباد الله وبقطه فقد قلنا الوزرين لديك أهلا سوف نفعل حصار في الفستفال سوف نقوم بتحديد الحصار الديبلوميسي والتحد ما بقي يجي تصور معك ولا يهضر معك ولا يحشي هالك هنكتب معها هذيك العريضة كل شي بقي يطردك والتحد ما غيبقي يهضر معك وحتى هذيك اللي معك هنقولوا علش معك يكما هم تاهمك يهربوا لك الأموال يكما سيروا بقوا تتصوروا معها مهم هذا أهم شيء هو هذي العريضة عفاكم تتصوروا المغربة كاملين في المغرب المغربات المغرب رفلوسكم هادي المغربات المغرب سيني والعريضة كاتبها بالعربية و بالفرنسي سيني وها قرأيها تقدر ألف الوتور دي موند رأيها أنا ديرا لوليان ديالها دخلوا وانا رأي سينيت فيها حيث عد كتبت هذها حيث أنا خرجت من الخدمة وانك الساعة صرفت لكم وانا غنخرج مع العشرة ومهم قديت شي حوايج عندي ودك شي ومهم صاوبت ما كلتي ودك شي وسميت وكتبت هذه العريضة لذلك العريضة مهمة جدا سوف نضعها في البرلماء الكندي وفي جميع نصفتها لكل شي سوف نضع لك هذه الإشهار ونضع لك الحصار ونصفتك بززفة ما هي المغرب 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 وكذلك سوف نغرب ونسفتها لك ونصفتك بززفة ما هي المغرب ما هي المغرب ما هي المغرب ما هي المغرب بل مرحبا يخرج فيه بل ما نخرج فيه انا بارك عليه هادك شي لي فيه بارك عليه بل ما نزيد عليها انا رب بخرج فيه بقتل يغتيك الرحموني الدواء بقيتلياتي والله لقل استهنايه شوفي والله لقل استهنايه شوفي والله لقل مغرية تنديك انا بالزفة بالزفة دي لدراري صغاري هجموا عليك فهاتك اسميه دي هالوين جيبه مليك مهم سنوه الهاتي البيتيسيون هنطردو السفيرة والسلك الدبلوماسي اللي ختم معها حيث كلهم كلهم هدوك عصابة مافيا ارهابيون هنطنوه وغاد انصفتها وشوفو هادشي اللي تديرو هنا وتقدروا تديرو فيما بغيتو في العالم هنطنو هاد سميتو العارضة وانا غنبدا الاجراءات ديالي هنا بانتدار المغرب هنطنو هادشي ديالي في انتدار المغرب للمهز شعلينا هاد المصيبة هاد الكاريتة اللي حاطلينا هنا هاد يرى كاريتة هاد يرى امية مقارية ما مزف تمت تشي حاجة ما كتعرفت حاجة كتبت تبقى تفرق في الحلوض هالشي هبيله مهم بوريطا وانوض الاكتناعس نوض نشيح نعضنا الوزارة هنا نرى ماتين نعسوش بخو ميمينيس تخرى ماتين عشتها تعيط ليه ما نعرف في انتي جوبك وانوض من عاس تحاطلينا هنا كاريتة تخرج على المغرب هاد تدير لكم شوها العالمية انا رو الله منتزاق المعاها يكبعدها انتوما ودكشي انا رجمو فيش انا رو خاكتكن هادرع لك ودكشي ماشي سوقتوما في المغاربة هادي اللي هنا قاسلين هنا دير لنا هاد الارهاب و هاد دير لنا هاد الاسميسو الحيصار والارهاب والفساد وحل لنا دار الدعارة ومخلص مدارس نحن ه lipatan سيقعد اللي هاد احسامي the tip on first الليقى تدير لكم العقد لكم الدعارة والفيتنهhar وقال بشكل عباد المغرب لا تحمل المغاربة لا تحمل المالك المغاربة تحتاجه ضد المغرب وضد مالك المغرب من قوله تكره المغاربة في بلادهم لا يقوموا بإمكانهم في العباد الله في بلدهم يتوقعهم في البلطة يجب أن يقصروا ويهرسوا لهم فقط مرفوعة للتصوير هذا هو ضد المغرب و ضد ملك المغرب و من تحميل مغاربة و تحميل ناش ولكن كم غيران هم عقدم المثقافين عندما كانت متقاف كما تطعيه وولدين من مصوريا انتظر 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 انا لا مذيقك والله لازقلتك رايشي هما كلهم اسمح ليهم كلهم اسمح ليهم إينا انتي أنا قسمت على القبر تماما والله لقلستي هنا وعزة الله والله تنصيفتك نديلك ها ونصيفتك ونصيفتك بشوها يلا هالمغاربة شمروا وبرتاجيوا والعاردة عن سني وها سني وها وصيفتوها لخوتكم المغاربة في المغرب المغاربة في المغرب فلوسكم كتفرهم لكم السفيرة يلا سني و العاردة مغاربة العالم في أوروبا سني و العاردة مغاربة كنادا فلوسكم فلوس وليداتكم لما يقرأوا العربية فابور وما يديروا لهم الأنشيطة فابور يجيبوكم وشربوكم كستاتي وجوش حليوات باشي ياخدوا على ظهاركم لهم الله ير والسني و العاردة يلا مهم أنا غنخرج عندكم مرة أخرى نطول معكم دابحة خدامة الصباح ونفق مع الخمسة الصباح يلا يلا ممكن ش الطريق يلا المهم تلوا في راسكم و تبحووا على خير وفاطمة معروف من لي كتخرج ركتغير فاطمة معروف لخرجات كتغير أنا بغيت المغرب يبقى بوجهه ونقيه وبكل شي لا بغيت تخسروا وجهكم ولا تدبروا راسكم أنا قلت لكم داو علينا الأمية داوها ولا غدا نصيفتها لكم بزافة وبسميت وبشوها العالمية ونخرج ونصورها ونخرج لكم ونعيد العيد قاعد القنوات كندا يجيو يلا تبحووا على خير وطلق قادم إن شاء الله يلا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر